مجهز أخبار العشرة من الأوتي في أهلا بكم أكد وزير الخارجية والمغتربين نصف حتي في حديث صحفي على أهمية اجتماع رئيس الجمهورية العماد مشارعون مع مجموعة سفراء الدول الخمس ذات العضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي في قصر بعبداليوم مشددا على أن هذا الاجتماع سيكون في حديثاته رسالة عن جدية الموقف اللبناني فيما يخص دور قوات اليونفل في الجنوب إضافة إلى أن اللحظة مهمة جدا وكشف حتي أن لبنان سيبلغ إلى سفراء الدول الكبرى موقفه الثابت من رفضه أي تغيير في عديد القوى الدولية أو في مهماتها موضحا أن سبب الاجتماع هو أن لبنان استشفى من مناقشات الأمم المتحدة بعد المحاولات والطرحات الهدفة إلى أحداث تغيير في لبنان أو لإضعاف موقف اللبنان لذلك أردنا أن نبلغ إلى السفراء موقف لبنان الثابت والجديد حيال هذا الأمر وعن قانون قيصر الأمريكي الذي كان وزع نصه على الوزراء في جلسة يوم الجمعة الماضي اعتبر حتي أنه من الطبعي أن نبحث في هذا الأمر وهناك لجنة وزرية ستدرس هذا القانون قبل طرحه على مجلس الوزراء وسنجتمع عند الخامسة والنصف مساء اليوم لمعرفة هل يمكن هذا القانون أن يطاول لبنان أو أطرافا لبنانية نحن نأمل في أن لا يكون له تأثير ولكن بطريقة غير مباشرة ربما نكون معنيين به لربما كانت هناك أطراف متضررة أوضح وزير الاقتصاد والتجارة رؤول نعمي أن هناك بضائع في المرفأ وبدأنا بإعطائها الدولارات اللازمة للدخول إلى السوق ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار السلع لفتا إلى أننا بدأنا نسمع أن الأسعار بدأت تنخفض لأن من لديه مخزونا من البضائع القديمة يريد بيعها قبل دخول البضائع الجديدة وأكد أن خلال أسبوع سنبدأ بلمس انخفاض أسعار السلع الغذائية في المتاجر والسوبرماركت مشيرا إلى أن أصحاب الأفران أعطونا مشتجدات جديدة ووضعناها في الجدول الذي نعمل على أساسه وقال أكثر من أثر على سعر ربطة الخبز هو سعر الصيانة وأغلبيتها بالدولار ما اضطرنا إلى أخذه في الاعتبار حتى نؤمن هامش ربح للأفران التي طلبت أن تكون زينة الربطة 800 جرام لكن دراستنا أظهرت أنه إذا كانت زينة الربطة 900 جرام فذلك كافا هذا وأكد وزير الزراع والثقافة عباس مرتضى أن الأولوية في التعيينات تبقى للكفاءة واعتماد معيار الشفافية وأوضح أن قانون قيصر وزيع على الوزراء دون مناقشته وطلب إليهم الاطلاع عليه لافتا إلى أن موقف منه سيكون واضحا وصريحا ينطلق من موقف الحكومة المتجانسة دوليا أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإعلام الكاذب يضر ببلادنا بشكل كبير مشيرا إلى أن وسائل الإعلام تدعي كاذبا بأن مظاهرات الشغب كانت سلمية وأعلن ترامب أن نيويورك تحت هيمنة الفوضى وغياب القانون والدمار متسائلا هل سيطلب حاكم نيويورك المساعدة من الحكومة الفيدرالية وفي وقت سابق هدد ترامب بإرسال الجيش لإنهاء الاحتجاجات المتصاعدة في الولايات المتحدة الأمريكية بعد مقتل الأمريكي من أصول إفريقية جورج فلويد خلال أسبوع الماضي وأكد ترامب أنه في حال فشلت المدن والولايات السيطرة على المطاهرات وحماية السكان فإنه سيرسل الجيش ليحل لهم المشكلة بسرعة مع هذا الخبر نختم موجز العاشرة ونعود الآن إلى زميلة باسكا لمتابعة يوم جديد